اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتسهل وتزيل اي تعقيد عن السادة المشاهدين وبتساهم بقدر كبير جدا في علاج بعض الامراض وخصوصا المستعصية منها نرجو النهاردة ان حلقتنا تكون مبسطة ومفهومة لدى الكثير من المشاهدين وحب نوه ان اي استفسار او اي سؤال برجاء الاتصال على الارقام المبينة اسفل الشاشة لمتابعة الحلقة زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة قلنا ان السكر هو مرض مزمن بيسيب اكتر من 70 مليون فرد على مستوى العالم وبالتالي هو صديق للانسان ولو الانسان ما قدرش ان هو يصحبه ويصدقه هيتعرض للمشاكل ومضاعفات اللي هنقولها في حلقتنا النهاردة قبل ما نتكلم في موضوع السكر ومضاعفات السكر احب نعرض على السادة المشاهدين فيديو بيوضح رحلة الاكل اثناء الهضم من اول ما يتناولوا الانسان حد ما يوصل للامعاء في صورة مبسطة وبصورة سهلة للامتصاص على ما الفيديو يجهز طيب هنشوف مع بعض الفيديو زي ما احنا شايفين بيبتدي الانسان يمضغ الطعام وطبعا ربنا وهبنا اسنان قواطع وصواطير وتمضغ الاكل اللي تبسيطه في الفم وطبعا برضو بيبقى فيه افراز اللعاب اللي بيسهل ان الاكل يبقى سهل وطري للنزول الى بقية الجهاز الهضمي بينزل الاكل في صورة مبسطة الى اول مراحل الهضم وهو في المريء اللي هو الانبوبة العضلية اللي هي بتوصل الاكل لبقية الجهاز الهضمي وربنا حبانا بلسان المزمار بيقفل القصب الهوائية عشان الاكل ما يخشش جوه القصبة الهوائية ودلوقتي الاكل في اثناء رحلته المحطة الاولى دخل في المريء اللي هي انبوبة عضلية بتساعد على انتقال الغذاء والطعام الى المعدة تيجي بقى المعدة اللي هي المرحلة الاقصر قوة بتمسك فيه الاكل وتعجنه وتطحنه وتفرز عليه الانزيمات الهاضمة منها الحامض الحمض الكابريتيك اللي هو بنحطه في بطريات العربيات الهايدروكلوريك اللي هو بنحطه بيكوي الاكل وبيجعله في صورة مبسطة جدا جدا الاكل بتحول الى صورة بسيطة بعد كده بينزل الى الامعاء في صورة مبسطة جدا بيبتدي القنوات اللي هي المرارة والبنكرياس تبتدي تفرز انزيمات هاضمة على الاكل دو لتحوله برضو الى صور ابسط فابسط عشان ينزل لمرحلة الامتصاص يعني كل دي مراحل هاضمة للأكل ومراحل بيه بنقدر نبسط الاكل اللي نازل على الامعاء الضقيقة وصل الاكل للامعاء الضقيقة يبتدي الجسم بقى يستفيد منه بالامتصاص يبتدي ياخد منه البولوتينات في ابسط صورها يعني الفرخة السمكة اللحمة بتوصل لمرحلة بسيطة جدا الدهنيات برضو بتوصل لمرحلة بسيطة في الامعاء عشان بعد كده الجسم يستفيد منها في ابسط حاجة بعد كده باقي بقى الغزاب بيروح على الامعاء الغليزة عشان بعد كده ابتدي الجسم يستفيد من بعض الفاتمانات وبعض الماء الزايد عشان الاكل يخرج بعد كده من الجسم في الصورة تكون منتهية ويكون حصل له هضم واستفادة من جميع مكوناته اللي موجودة فيه بعد كده الاكل بقى في هذه المراحل قلنا لازم الجسم يستفيد منه طيب الجسم يستفيد منه يعمل ايه؟ عشان خاطر الاكل دوان يمتص من الامعاء الدقيقة ويدخل فيه الاوعية الدموية اللي بتوصل الاكل فيه ابسط صوره الى الخلايا لما بيوصل الخلايا بيخش جوه الخلية طبعا بلايين الخلايا في الجسم كل خلية بتاخد نصبها من الاكل المهضوم دوان وخصوصا الجلوكوز يدخل جوه الخلية الخلية بتقوم بقى بالمصانع والحددين والقواطع بتدخل على الحاجات دي عشان تحرق هذا الغذاء وتحوله الى طاقة الطاقة دي الجسمي بيستفيد منها في الحرقة في التفكير الزهني في العقلي في كل ما يتعلق بامور الحياة سببها الطاقة اللي بتطلع من الخلايا عن طريق حرق الجلوكوز نمسك بقى موضوع حلقتنا النهار طيب احنا قلنا ده الصورة الطبيعية اللي هي بيدخل فيها الجلوكوز الى الخلية ايه هو بقى الغير طبيعي الغير طبيعي ان الجلوكوز ده عشان يخش جوه الخلية لازم فيه سيطرة من الانسولين الانسولين هو الهرمون الذي يوصل الجلوكوز ويجعله يخش جوه الخلية بيجي الانسولين بيجي على مستقبلة معينة جوه الخلية يعني بيخبط على الخلية بيخبط على الخلية قلها افتحي في جلوكوز ده خلك لو الانسولين ده مش موجود او الخلية فيها مشاكل الجلوكوز مش هيخش جوه الخلية وبالتالي هيرتفع في الجسم ويبقى المريض ده اسمه مريض سكر يبقى ازا تعريف مريض السكر هو ارتفاع سكر الدم طيب ارتفاع سكر الدم له نوعين نوع بنسميه النوع الاول وده بيعتمد اعتمادا كلية على الانسولين لو الانسولين مش موجود بيرتفع سكر الدم ده منسميه النوع الاول وغالبا بيصيب الاطفال ونتيجة مرض معين في غدة البنكرياس او في مشكلة في الغدد التي موجودة في البنكرياس التي تفرز هذا الهرمون يبقى ازا اسمه النوع الاول من السكر ودايما لازم بننصح المشاهدين ان هم يعرفوا هل السكر اللي عندهم هو النوع الاول ولا نوع التاني طب ايه هو النوع التاني النوع التاني هو ببساطة الخلايا نفسها فيها مشكلة الخلايا الانسولين موجود او بكمية قليلة لكن برضو ما بيستطيعش ان هو يدخل الجلوكوز جوه الخلية وبالتالي يتراقم الجلوكوز خارج الخلية وبالتالي ارتفاع سكر الدم عشان كده ده بقى بنسميه غير معتمد الانسولين او بنستخد الانسولين ولكن معاها ادوية بتساعد الانسولين على انه يدخل الجلوكوز جوه يعني دي قصة ببساطة شديدة قصة الانسولين والخلايا ارجو من السادة المشاهدين ان هم يستوعبوا هذه القصة يبقى نوع اول ونوع تاني نوع اول عدم وجود انسولين يبقى اذا ما فيش جلوكوز هيخش الخلية نوع تاني الخلية نفسها تعبانة ما فيش جلوكوز هيخش له الا مبساطة ادوية معينة وده بنسميه النوع التاني الغير معتبل الانسولين في بعض انواع تانية من السكر اللي هي سكر الحوامل وسكر الوراصي فيه انواع كتيرة اول لكن احنا في حلقتنا النهاردة بنركز على هذين النوعين من السكر طبعا احنا قلنا ان النوع الاول هو النوع اللي بيصيب الاطفال دايما انما التاني بيصيب الكبار في سن يعني بيعدي 35-40 سنة ده بالنسبة للسكر من النوع التاني طيب احنا ايه هي الاسباب النوع التاني اللي هي بتساعد او العوامل اللي بتساعد ان الراجل ده يجي له سكر فيه حاجات كتير منها السمنة يعني واحد وزنه عالي والوزن العالي ده بيؤدي الى ان الجلوكوز نفسه بيعلى في الدم ويبقى السمنة هي سبب من اسباب ارتفاع سكر الدم التوتر والعصبية والقلأ اللي هي امراض العصر الموجودة عدم الحرقة وعدم ممارسة الرياضة ده من الاسباب الاساسية اللي ممكن تجيب للانسان سكر ليه بقى عدم احنا بنيجي يعني انا بعتبرها حاجة اسمها الانتخة يعني الانتخة يعني واحد لازم يركن عربيته قدام البيت لو ركنها في حتة تانية بقى هيجن انما احنا لو اخدنا العادة اللي هي نركن العربية بعيد شوية ونتمشى ننزل من البيت نتمشى لحد العربية احسن من ركنها قدام البيت وانا اعرف نفسهم ما يركنش عربية قدام بيت لطلقوها قدام باب الشقة الحاجة التانية السنصير والمسعد برضو دي حاجة المفروض ان الناس برضو تتعود تنزل على السلام وتطلع على السلام ما تعودش على الرفاهية الزيادة على اللزوم بحيث ان هي جسمها يتقل وتؤدي الى السمنة وتؤدي لعدم الحركة وبالتالي زيادة سكر الدم برضو هنا بنقول ايه هي طب السكر ايه يعني يعني واحد عالي السكر طب ايه يعني ما هي على السكر لا في حاجة بننبه لها بنقول السكر ده له بيعمل مضاعفات خطيرة بيعمل مضاعفات ويعمل مضاعفات منها على سبيل المثال اللي هي القدم السكري القدم السكري يعني ايه قدم السكري ناس يقول لك يعني ايه قدم سكري قدم السكري هو الراجل اللي عنده سكر وفي مشكلة في رجله إيه بقى هي المشكلة؟ تنميل، برودة، جفاف، التهابات، حاجات تنميل، تخديل، حاجات كتير قوي عواقف الأظافر، تمام؟ حاجات كتير قوي بتبقى موجودة في رجله لكن السبب الأساسي هو وجود مرض السكر عنده طيب، إيه؟ ليه؟ ليه؟ ليه بيحصل كده يعني؟ بيحصل عشان ارتفاع سكر الدم بيؤدي إلى حاجتين مهمين قوي أول حاجة اعتلال أو مرض في الشرايين اللي هي موصلة لرجله اتنين، الأعصاب الطرفية بتاعت رجله تلاقي الأعصاب الطرفية تلاقي مثلا في بداية التعب بتاع المريض أو الارتفاع السكر واعتلال الأعصاب الطرفية أول حاجة بيحصل يقولك أنا مش طايق، مش طايق اللحاف أو مش طايق البطانية أو مش طايق الملاية على رجلي ده أول حاجة، بعد كده الإحساس ده بيتدمر لهاي ما يبقى بشيش عنده إحساس ممكن مثلا إيه؟ يمشي على الرملة بتاعت الشط مثلا هو راح الصيف، الرملة مولعة ومش حاسس بيها ممكن يمشي حافي، مش حاسس برجله الشبشي ممكن يجري من تحت رجله وهو مش حاسس بيه حاجات كتير قوي بتؤدي إلى عدم الإحساس بالأرض يبقى نتيجة اعتلال الأعصاب الطرفية بتاعت رجله طب ما للشرايين، الشرايين حاجة تانية بقى خارط، الشرايين دي بيحصل لها ديء بالديء ويبقى أو تتسد وييجي بقى طيب لما تديء وتتسد طب ما الأنسجة دي هتاكل منين وتشرب منين ولا غزاء هيروح ولا أكسجين هيخش ولا مضادات حيوية عشان لو فيه كرحة أو فيه التهابات ما فيش هرمونات هتخش، ما فيش إنسولين هيخش للخلايا عشان خاطر يدخلها الجلوكوز ما فيش كرات الدم البيضة، ما فيش كرات الدم، كل ده مش هيدخل ما أنت عندك الشرايين دي تسدت أو دائت الشرايين فكل الحاجات اللي هي مفروض تروح للقدمين بيحصل لها ما بتخشش للقدمين وبالتالي بيبتدي يحصل مشكلة فيه القدمين منها بقى يبتدي الشكوك تظهر وممكن الجفاف الرجلين تحصل، وممكن التهابات تحصل، وممكن يخش في رجله مصمار يخش في إزازة وما يحسش برجله خارس وبالتالي إحنا بننصح بأن لازم الرعاية بالقدمين ده من أهم حاجة نبقى نلاحظها في موضوع القدم السكري برضو قبل ما ندخل برضو أكتر في القدم السكري اللي إن ده موضوع مهم جدا هنشوف فيديو معنا محضرينه الفيديو ده برضو بيبين عشان نبسط للسادة مشاهدين إيه موضوع السكر والإنسولين والكلام من ده عشان خاطر نقدر الناس دي تبقى عارفة المرض وطريقة علاجه وطريقة شفاءه هنطلع فاصل قصير وإن شاء الله نرجع نكمل بقية حلقتنا النهار ده إن شاء الله إذا كانت السياسة هي اهتمامه فصحتك هي اهتمامنا للاشتراك في خدمة رسالة صحيطك لعملاء اتصالات عملاء موبيني خدمة رسالة صحيطك نعمل من أجل صحيطك بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين هنكمل بقية الحلقة النهاردة اللي هي موضوعها الأساسي هو السكر والقدم السكري هنعرض على حضراتكم دلوقتي فيديو قصير بيبين كيفية عمل الإنسولين كيفية استفادة الجسم من جلوكوز كيفية ارتفاع السكر عشان نوضح ببساطة للسادة المشاهدين وبرضو بحب أن نوي أن الأرقام التليفونات موجودة أسفل الشاشة اللي يحب يتصل بنا عشان يستفهم عن حاجة أو يعرف أي معلومة تهمه بخصوص مرض السكر نتفرج على الفيديو مع بعض دلوقتي احنا شايفين قادي غدة البنكرياس غدة عملة زي ورقة الشجر موجودة في الكهف اللي هو بيحيد بيها اللي هو الأسنى عشر وعندنا هنقول الجلوكوز ده عبارة عن المسدس اللي احنا شايفينه والإنسولين حتة الإيه الكذا نقطة مع بعضها ده الجهاز الهضمي الأكل ينزل في المريء زي ما اتفقنا نزل دخل المعدة المعدة ضمرته لأبسط الصور أهو زي ما احنا شايفين الأكل بيوصل لأبسط حاجة جدا عشان يبقى جزيئات بسيطة جدا قادي الجلوكوز اللي هو المكعبات اللي احنا شايفينه دي دخل الدورة الدموية عشان الجلوكوز ده يخش جوه الخلايا قلنا لازم يكون فيه إنسولين هينزل ينزل الإنسولين مع الجلوكوز قادي الإنسولين افتح خلية فتحت الخلية دخل الجلوكوز افتح خلية دخل الخلية دخل الجلوكوز هذه الانسولين شوف الحلاوة دخل الجلوكوز على الخلية نتيجة ان الانسولين فتح البيبان بتاعة الخلية فقدر الجسم هذه الخلية فيها الجلوكوز بيستفيد بها بقى وبيحولها الى طاقة والطاقة دي بيستفيد بها في وظائف الجسم الحيوية طيب هنا الجلوكوز هنا بقى هنشوف بقى الفرق بقى بالتنين الجلوكوز كتير او في الدم ليه جي عند الخلية عايز يخش مش عارف يخش عمال يخبط في البوابات ومش عارف يخش ادي الانسولين بسيط جدا واحدة او اتنين موجودين في الوعاء الدموي مايكفوش لدخول لدخول الجلوكوز جوه الخلية او افتح اي خلية مش عايزا تفتح ليله كمية بسيطة جدا الخلية بتقراها ربنا عامن ذاكرة للخلية بتقراه قال لك ده لا يا جماعة الانسولين دة الاية شوف لما ثلاثة انسولين اجتمعوا فتحوا لها الباب يبقى اذا النتيجة لكده هيبتدي اهود زي ما احنا شايفين تراكم الجلوكوز في الدم يعني ارتفاع الجلوكوز في الدم ارتفع الجلوكوز في الدم يبقى بنقول ان الراجل ده عنده السكر بساطة مفيش بعد كده يبقى كده اي مريض بيتفرج على الفيديو ده او الفيديو اللي قابليه لازم يعرف حقيقة المرض بتاعه حقيقة المرض بتاعه انه عنده السكر عنده السكر صديقه لو هو ما صاحبش السكر دوا بالطريقة اللي احنا شفناها وبطريقة المبسطة اللي احنا شفناها السكر ده هيخلص عليه احنا عايزين ان مريض السكر يتعامل مع السكر كانه واحد صاحبه احنا مشكلته في ايه ما فيش انسولين يبقى اذا ياخد انسولين ما فيش ادوية تساعد الانسولين على دخول الخلايا يبقى ياخد الادوية اللي بتساعد الانسولين على دخول الخلايا ولازم العيان يكون عنده جهاز تحليل سكر الدم جهاز تحليل السكر الدم بقى بسيط جدا بسيط جدا ومال السوق وبالتالي فسهل قوي تشتريه ولما تحلل كل يوم مش يجرى حاجة وبرضه في الشرائب بتاعة البول اللي هي بتوريك برضه إذا كان البول بتاعك في سكر يبقى أنت السكر عالي في أسيتون يبقى أنت في مشكلة في زلال يبقى في مشكلة يبقى احنا لازم الحاجات دي نرعيها في مريض السكر وياخد أدويته بانتظام وياكل الأكل اللي هو بيوسع عليه الدكتور بتاعه عشان خاطر يقدر يستمتع بحياته ومبقى يحاسس أنه هو ضعيف أو مريض طيب نرجع بقى للموضوع الأساسي اللي هو بتاع موضوع حلقتنا برضه اللي هو قدم السكري القدم السكري قلنا الأسباب هي اعتلال الشرايين اعتلال العصاب الطرفية العصاب الطرفية تنميل وتغديل وعدم إحساس بالأرض تلاقي العيان دوان عايز مثلا يغسل رجليه يجي بمية مولعة سخنة بتغلي ليه؟ مش حاسس برجله وبالتالي يحصل مشكلة يجي العيان دوان يمشي حافي مش حاسس برجله يجي حاجة من الأرض تخش في رجله ومش حاسس بها احنا دايما في شغلنا كجرحيم اما بنيجي ننظف جرح قدم سكري يعني هتستقربوا لما أقول لكم ان أنا ساعات بلائي ازاز وبلائي شوك وبلائي رمل صغير كده ناعم يعني بلائي حاجات غريبة جدا جوه قبل ليه بقى دخلت جوه رجل هذا الشخص المريض بالسكر وما حاسس بيه وبالتالي من أهم الحاجات اللي احنا بنراعيها في بنزات في القدم السكري ان الانسان دوان يبص على رجله في باطن رجله يبص على رجله طيب هيقول أنا مش عارف أرفع رجله وبص لها يعمل ايه؟ يجيب مراية ويحطها قدام رجله هيقدر يشوف اذا كان الرجل دي باطن الرجل جواها في شروخ او في جروح او في بصور او في صنطة او في الحاجات الغريبة اللي بتبقى موجودة في رجله ايقدر يشوفها وينظف رجله باستمرار برضو احنا برضو بننصحه ان هو يخسل يخسل رجله بالمية والصابون يخسل طيب معانا اتصال تلفوني مدام صفاء اتفضلي هلو التفضالي تعالها يا مدام صفاء انا Java انتعالها تفضالي ما مدام صفاء Luc ايوة فندم اتفضالي تعالها ايوة يا دكتور ايوة ما مدام صفاء انا حذرتك انا عندي 68 سنة تعالها ربنا تكسر يعني أقصح حاجة له بـ 34 و 24 ما بيزدش عن كده تمام يا مدن صفا فإيه حضرتك بقى يعني إيه رأي حضرتك وبخض له أقراض دونيل 5 تمام طيب خليك معي على التليفون يا مدن صفا طيب مع حضرتك أنا دلوقتي أنا هسألك سؤال بس مهم يعني أنت على الهواء دلوقتي أنت النوع العشان هشوفك أنت متابعة معنا أنت النوع الأول أو النوع الثاني لا من النوع الثاني يعني أن السكري من حد 134 بقى برافو عليك دايما أنا حليلوا عمر وضعات عن كده يعني أنت النوع الثاني من اللي هو السكر أنت من النوع الثاني تمام كده آه أخذ أقراض آه تمام طيب أيضا الحاجة الثانية اللي بنقول عليها أنت عندك السكر 124 أو 142 ما بتغيرش أو 134 أقصى حاجة تمام العلاج اللي أنت بتاخديه دون هو السبب الأساسي أن أنت محافظة على سكر الدم بتاعك لو لا العلاج اللي أنت بتاخديه كان السكر رتاف طب في مضاعفات عندك غير حكاية السكر ديم آه عندي تجريت باخد تجريتول لشريين المخ باخد تجريتول أقراض لشريين المخ لأن دايما أنا كده شريين في عدة تأمني تمام وعندي ضغط بخضه وخلاص للضغط برضا طيب رجلك أخبارها إيه؟ رجلي لا باديش رجليا أي حاجة خالص سليمة تمام تمام بتحافظ على رجلك الحمد لله طيب الحمد لله طيب 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 يا حضرتك أعرف موضوع السكر اللي عندي ده تمام هارد عليك حاضر شكرا على الانتصال شكرا تفضل يا مدام صفاء مدام صفاء طبعا طبعا هي متواصلة معنا من أول الحلقة وفهمت إن هي مش النوع الأول هي النوع الثاني اللي هو بيعتمد على الأدوية في علاج السكر طيب هو وسكرها 124 إبادة مريضة ميسالية وبتتعامل مع السكر اللي عندها قصديق وبالتالي قدرت إن هي ترود السكر قدرت إن هي تتحكم فيه قدرت إن هي تتعامل معه وتعيش حياتها حتى السؤال اللي هي ما شاء الله على سنها يعني مناسب قوي بطريقة كلامها دليل إن هي محتفظة بصحتها محتفظة برونقها حتى هي بتتكلم على رجليها بتقول أنا رجليها ما فيهاش حاجة والحمد لله أنا بطمنك يا مدام صفاء إن أنت مريضة مثالية السكر الـ 124 ده ده المثالي والطبيعي بتاعك وده دليل إن أنت بتحفظي على السكر بتاعك عن طريق الأدوية وحكاية بقى اعتلال الشرايين بتاعت المخ وكلام مين ده ده ممكن عرض من أعراض مضاعفات مرض السكر إنه بيديق شوية الشرايين بتاعت المخ أو الكلا أو العين فساعات بنلاقي العين فيه ضعف في الإبصار أو الكلا بنلاقي إن الزلال بينزل في البول وتورم الرجليم بنلاقي الحاجات دي كلها الحمد لله مش عندك أنا متأكد إن أنت مريضة مثالية وأرجو لك إن إن شاء الله حياتك تبقى في سعادة وفي صحة دائمة طيب معنا اتصال تاني أمه إسلام اتفضلي أيها أيها اتفضلي أمه إسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور إزاك يا مسلام فضالي إنت على الهوى الحمد لله أنا عند السكر يا دكتور بوظمان إزاك أنت بتتكلم عن السكر أهلاً وسهلاً ومحلنا في الوقت يعني من 280 عشوائي محلنا النهاردة طب ينفع ينفع يعني يا مسلام يبقى 280 عشوائي يعني إنت لسه سمع المدام اللي قبليك يعني بتقول أنه مية واربعة وعشرين أنت 280 ده معناته إيه معناته إيه معناته إيه أن أنت يبقى سكر 280 عشوائي معناته إيه أنت جاوب على نفسك يا مسلام طب أنت أنت لما سمعت الحلقة بتاعتنا أنت من النوع الأول سكر أو من النوع الثاني أنا من النوع الثاني 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 أيوة الثاني لو بيعتمد على الأدوية يخفض بها السكر تمام طيب عندك عندك مشاكل في رجلك يا مسلام أيوة عند مشاكل في رجلك أي مشكلة عندك الرجبة الرجبة طيب طيب أنا أسألك سؤالها أسألك سؤالها إذا عالك الوزن قدي الوزن عالك الوزن 85 طيب كويس ده وزن مثالي كويس سن كم يا أمو اسلام سن 58 58 طيب وزن كويس يعني ما فيش مشكلة طيب يا أمو اسلام متشكرين على الاتصال وهارد على حضرتك حاضر طبعا أمو اسلام لما يكون سكرها 280 ده معناته أن ده عشوائي معناته أنها بتاكل أكلات بتزود نسبة السكر في الدم وفي نفس الوقت الخلايا بتاعتها مش قادرة تستوعب كمية الجلوكوز اللي موجودة في الدم يعني هي بتاكل بتاكل كميات من الأكل فيها نشويات وسكريات بدرجة كبيرة وفي نفس الوقت الخلايا بتاعتها مش قادرة تاخد هذه السكريات وتحرقها وبالتالي بتتراقم جوه الدم وبتزيد وكده يبقى عندها ارتفاع في سكر الدم طبعا 2008 ده كتير مش كتير أوه بس برضو ده يعتبر ارتفاع في نسبة سكر الدم نتيجة الأكل برضو احنا بنركز انه اذا كنت مش قادر ان انت تكيف نوع العلاج مع ارتفاع السكر اللي عندك يبقى اذا تحتطف الأكل وتاكل بنسب متناسبة مع ارتفاع السكر الدم بتاعها وبالتالي احنا لازم طبعا تعرض نفسها على دكتور طالما هي بتحب الأكل يعني تعرض نفسها على دكتور بحيس يزود نسبة العلاج بحيس يبقى فيه تناسج بين الأكل اللي بتاكله وبين العلاج اللي بتاخده احب انوع على حاجة برضو مسلم قالتها في المكالمة بتاعتها ان تورم الرجليم طب احنا واحد عنده السكر رجله بتورم ليه بتورم عشان احد مضاعفات سكر الدم هو اعتلال الكليتين او التهابات الكليتين او الكليتين حصل لهم مشاكل نتيجة ارتفاع سكر الدم الشرايين بتاعت الكليتين ضعفت وبالتالي بيحصل تسريب من الكليتين لحاجتين السكر ينزل في البول والزلال ينزل في البول عشان كده بنلاقي الزلال موجود اللي هي البروتينات موجودة في البول ما بيستفيدش من الجسم تنزل في البول لما لقيها في البول معناته ان الجسم تحرم منها يعني الواحد بعد ما يأكل لحمة وفراخ وسمك ينزف البول ما استفدش منها خالف وبالتالي يبقى لازم نخلي بنا من هذه المضعفات بيحصل ليه الزلال والبروتينات بتنزف البول نتيجة ان اعتلال في الشرايين بتاعت الكليتين وبرضه منضم المضعفات برضه عشان نيبقى الحلقة كاملة وشاملة اللي هي النظر برضه بيبقى فيه اعتلال ارتفاع سكر الدم يحصل برضه اعتلال في النظر يحصل النظر ما يبقاش طبيعي يحصل فيه مشاكل شرايين المخ نفس بتتأثر اي شرايين في الجسم دقيقة ورفيعة بتتأثر نتيجة ارتفاع سكر الدم طيب معنا اتصال تاني الاستاذ سيد اتفضل انتعال هوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي كاستاذ سيد ازاي صحتك الحمد لله صحة كمام سكر الله ما لم تتصل ليه بقى 330 ما فيش فايد عصدول مش ما يعني وباخد له ونسيت له display ماعم هو يعني شوية أه أه بحلل عشوائه شوية عالي يعني انتنو 55 احس لا 30 150 180 حاجة زي كده. طيب انا عايزك تجاوب على نفسك يا سيد تجاوب على نفسك. دلوقتي لما تلاقيه مية وخمسين ساعات وتلاقيه متين وتمانين او متين وخمسين ساعات. تفتكر ايه السبب? او او يعني او الاكل والشرب احنا بقى يعني. اه. ومش منصك الادوية يعني الاكل والشرب ماشي ومش بتنصك كمان الادوية اللي انت بتاخدها. اه. فدي برضو مشكلة كبيرة جدا ان احنا يعني. هو او طبع حضرتك الميتين وخمسين برضو احنا بنقول عالي بس في المناسب يعني مش عالي قوي في خطورة. لكن الميتين وخمسين دي يم بتبقى. اه. لازم نرأيها وننزلها. على اقل اللي عنده السكر لو وصلناه لمية وستين مية وسبعين مش وحش. فبالتالي يبقى ايه. حتة الجاتوز زيادة اللي انت بتاخدها مع الوجبات بتاعتك دي يعني بلاش منها. خلينا ايه في الحاجة البسيطة شوية. يعني انت تقلل الجرعة الخمسين اللي فوق دول او السبعين اللي فوق دول بتوع زيادة السكر. شيل يا سيدي من الاكل حتة بطاطا ولا حتة بطاطس ولا حتة جاتو او الحاجات الحلويات اللي انت بتاخدها. ماشي? ماشي يا رب. ماشي. او الف سلامة. نشكركم. الف سلامة على السلام. فضل. شكرا على التصال. اه. بنكمل بقى موضوع حلقتنا طبعا سمعنا اه بعض اه استادة المشاهدين وبيتكلموا على موضوع السكر. وطبعا ارتفاع السكر دوا بيبقى له اسبابه. اه. ما نقدرش نقول لحد ما ما تاكلشي وكلام من ده. لان طبعا اه بطبيعتنا كمصرين بنحب الاكل يعني. اه. هن بنتكلم برضو من حاجات برضو اللي هي الاكل اه. 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 بيؤدي الى السمنة. السمنة تؤدي للسكر. يعني اه. جالي انا اه. من ضم الرسائل اللي هي اه اس ام اس. اه. بعض السؤال بيقول اني اه. لو اه انا اه. ما عنديش السكر بس بحب الاكل. ما عنديش السكر. وباكل سكريات. وما عنديش سكر. وباكل سكريات. هتجيلي سكر. والله في حالة واحدة تيجي السكر. ايه هو? لما اكل. بنهم. واكل كتير. وادخل في سمنة. ادخل في سمنة. ادخل في عدم حركة. ادخل في عدم ممارسة رياضة. لازم دي اه يجي السكر. يبقى ازا مرتبطين بالسكر هنا في الحالة دي يبقى سبب من اسباب ارتفاع سكر الدم. اه. الحاجة التانية برضو. اه. بنتكلم على اه. لما نيجي العناية بالقدمين. لما اجي اه. اه. اعتني بالقدمين. احنا قلنا غسيل القدمين بالماء والصابون. ماشي. تكفيف القدمين كويس جدا. وبين الصوابع خصوصا. ليه بقى? الصوابع بالذات مشهورة بين ممو الفطريات. والفطريات دي عبارة عن طفايليات بتهدد الرجلين. وبتبقى اه. مسببة من اهم مشاكل القدم السكري. هي الفطريات اللي بتنمو بين الصوابع. نتيجة وجود الماء بين الصوابع. يبقى اذا نتوضى. اه. نخسر رجلينة. اه. نعرق. لازم اه. نخسر رجلينة بالماء والصابون. ونجففها. اه. تكفيف. اه. كويس جدا. وممكن اه. نستعمل كريم. اي كريم من الكريمات. اه. بحيس ان احنا اه. اه. نقي الرجل من الشقوق والتشكوكات اللي بتحصل فيه الرجلين. بس ما نحطش الكريم بين الصوابع. الحاجة التانية برضو اللي بنزم ننوه عنها. دايب. معنا اتصال تليفوني. الحاجة عندي تمانية وخمسين سنة. تمام يا فان. السكر بتاعي مش عالي. برضو مية خمسة وعشرين. مية وثلاثين اكتر حاجة. مية واربعين اكتر حاجة. صايم. صايم ولا فاطر. بس بيحسلي. بيحسلي عندي في الركب عندي تعب. وبيحسلي تجبيح في الاصابع الرجلية. تنميل. اه. لا. بيتدبحوا. ايه. متقطعين كده من تحت. يعني فيه شروخ او شقوق في صوابع رجلك من تحت. ايوة. متشققين. متشققين. تمام. اه. تمام. في حاجة تانية. انا باخد سدفاج وباخد امرين اربعة. تمام. كويس. في اي مشاكل عندك تانية غير كده. رجلية بس يا دكتور. رجلية توجعني. وانا وزن مش تيل. انا وزن تسعة وتمانين. طب حلو قوي. تمام. ماشا. عند زيادة حاجات خفيفة كده في الوزن بنزلها ان شاء الله. ماشا حاجة سناء. تمام كده. ايوة كده. عايزين كده ايه رشاقة في القوام يعني. ماشا حاجة. هجاوب عليك. هجاوب عليك يا حاضر. طب الحاجة سناء. ماشا. الحاجة سناء. اهم حاجة عندها دلوقتي هي التشقوقات ببساطة شديدة. التشقوقات دي. دي. نتيجة جفاف الرجلين. نتيجة السكر اللي جالها. دلوقتي السكرها مزبوط وكويس قوي. بس قبل ما يبقى مزبوط جالها التشقوقات في رجلها. لازم تستعمل كريمات. كريمات لان التشقوقات دي عبارة عن بوابة لدخول الميكروبات للجسم. وبالتالي لازم التشقوقات ده اللي اعتنق بيها. اعترض نفسها على دكتور يكتب لها كريم مناسب لزي التشقوقات. لان دي اخطر ما يمكن في القدمين. حتى لو سكرها مزبوط. لان السكر تزبط بس بعد ما عمل مضاعفات. ومنها جفاف. ومنها التشقوقات اللي موجودة عندها. فلازم تراعي الحجة سناء رجليها وتعرضها على طبيب. بحيث ان ما يبقاش التشقوقات دي موجودة عندها او في مشاكل تبقى في رجليها. اخيرا عزائي المشاهدين طبعا الوقت اخدنا واحنا اتمنى ان الحلقة بتاعتنا تكون يعني افادت ناس كتير قوي. وطبعا بحب انبه ان نبعد عن الهم والتوتر والقلق والعصبية. ده هيقينا بنسبة تسعين في المية من السكر. وراحت البال والتوكل على الله. واشكركم اعزائي مشاهدين على وجودكم معايا النهاردة. وكان معكم الدكتور علاء رفاعي استشاري الجراحة والقدم السكري. شكرا وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة.